اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من المنطقة الأمامية اعتقدوا أنها عددهم 7 ميتا كاربل اضيفوا هنا قناة الدكتور تتواجد به عضلة اسمها الدكتور بوليسس حركة الدكتور على الجهة الخلفية يوجد منطقة واحدة يكترون هناك نسميها دورسل او نسميها اسمها على الجهة الخلفية تتكون تتكون من أوتار العضلات التي تكون هذه الدورسل سيمر من خلالها أوتار العضلات الموجودة في المنطقة الخلفية للساعد التي ستتصل في الجهة الخلفية والتي ستمر من دورسل مقسمة إلى 6 مناطق On The Radius هناك أربعة و On The Alna على عظمة الألنة هناك اثنان فصالاً ستة كما يمكن أن يسأل هل من المطلوب من عندي أن أحفظ كل وحدة يمر من عدها يا وتر؟ لا المطلوب من عندك تعرفه بأن الدورسل تقسم إلى 6 مناطق يعني لها 6 انقسامات أو نقول 6 مناطق 4 على عظمة و 2 على عظمة الألنة وهنا صورة أوضح للأوتار العضلات التي تمر من خلال Extensor Compartment نلاحظ بأنهم سيحوطها Sonovial Sheath حتى يجعل حركتها سلسة ويمنع احتكاكها مع التراكيب المحيطة يعني To Reduce Friction لتقليل الاحتكاك ونرى أن عددهم 6 6 يعني الدورسل مقسمة إلى 6 6 مناطق حسناً بعد ما عرفنا المناطق الموجودة In The Palm في راحة اليد نجح سنأخذ العضلات الموجودة في هذه المناطق فقبل لا نبدأ نأخذ العضلات بالتفصيل لازم نعرف أولاً كل منطقة وماذا العضلات الموجودة فنبدأ أولاً Thenar Compartment Thenar Compartment بها فقط ثلاث عضلات ثلاث عضلات والتي هناك الآتي Flexor Policies Previous Abductor Policies Previous and Opponents Policies عندما نذهب إلى اليد ونزيل الجلد نلاحظ أن العضلات الموجودة على الجهة Lateral العضلات الموجودة بمؤسسات الإبهام هنا نظري Thenar Muscles هذه العضلة هي Abductor Policies Previous عندما نزيلها نرى هذه العضلة هي Flexor Policies Previous وعندما نرى هذه العضلة الصغيرة هي Opponents Policies العضلات الموجودة في Thenar Compartment كلهم يغذيهم Median Nerve وتحديدا Recurrent Branch of Median Nerve أما بالنسبة إلى Hypothenar Compartment فتحتوي فقط على 3 Muscles ثلاث عضلات اللي هنه Flexor Digital Quinty و Abductor Digital Quinty و Opponents Digital Quinty ولو نجي هنا بالمجسم حتى نرى مكان Hypothenar Compartment والعضلات الثلاث الموجودة أولا Hypothenar Compartment موجودة On the Medial Side of the Hand فلو نقرب هنا لدينا هذه العضلة هي Abductor Digital Minimai لنزيلها هنلقى هذه العضلة اللي هي Flexor Digital Minimai ولو نزيلها أيضا راح نلقى هذه العضلة اللي هي Opponents Digital Minimai ولو تلاحظون أيضا عندنا أيضا هذه العضلة موجودة قرب Hypothenar Muscles هذه العضلة هي Palmaris Brevis وهنا ملاحظة جدا مهمة Palmaris Brevis لا تقع داخل Hypothenar Compartment يعني Hypothenar Compartment بها فقط 3 Muscles ثلاث عضلات اللي عددناهن بينما عضلة Palmaris Brevis لا تقع داخل Hypothenar Compartment يعني رغم هي موجودة قرب Hypothenar Muscles وعلى نفس الجهة فيها اليد لكنها لا تقع داخل Hypothenar Compartment لذلك هنا نضفت لكم عضلة Palmaris Brevis كملاحظة بأن هذه العضلة لا تقع داخل Hypothenar Compartment رغم أن هي موجودة قرب Hypothenar Muscles وإذا نضيف ملاحظة هنا تسمية العضلات الثلاث بال Hypothenar Compartment نلاحظ بالأخير كاتب Quinty هذه Quinty نقدر نقول بدالها Minimai أو نقدر نقول Flexor Digitai Quinty نفس الشيء والتغذية العصبية للعضلات الموجودة بال Hypothenar Compartment ستتم عن طريق Ulnar Nerve وتحديدا Deep Branch of Ulnar Nerve أما عضلة Palmaris Brevis والتي ليست من ضمن Hypothenar Compartment سيغذيها Superficial Branch of Ulnar Nerve أما بالنسبة إلى Central Compartment of the Hand أو نسميه Mid-Palmar Compartment فموجود بها Intrinsic Muscles يعني عضلات الأرجن مالتها والإنسير شمالتها في اليد وبها أيضا Extrinsic Muscle Tendons أو ثار عضلات الأرجن مالتها خارج اليد والإنسير شمالتها في اليد فأنا أذكر أن بأنه بال Central Compartment يوجد أيضا Tendons of Long Extrinsic Digital Flexors يعني هذه Digital Flexors يقومون flexion للدجيتس للأصابع والتي هي أوتار عضلة Flexor Digitorum Superficialis وعداتهم أربعة و Flexor Digitorum Profundus أيضا عداتهم أربعة بالإضافة إلى أوتر عضلة Flexor Policis Longus ذلك 9 Tendons 9 أوتار موجودة بال Central Compartment أو نسميها Mid-Palmar Compartment وذلك الأوتار التسعة نفسهم يمر من خلال Carpal Tunnel وأيضا بال Central Compartment يوجد كذلك Lumbrical Muscles وهنا 4 Muscles أربعة عضلات يكون Intrinsic مالتها داخل اليد والإنسيرش مالتها داخل اليد Lumbrical Muscles يغذيهم Median Nerf و تحديدا و تحديدا Deep Branch of Elmer Nerf لاحظنا بالمجسسة و نصل إلى Palm of the Hand راحة اليد سنجد العضلات الموجودة بين Metacarpals of the Hand والذي هنا Lumbrical Muscles لاحظوا لدينا 4 Lumbrical Muscles أربعة اثنين يغذيهم Almer Nerf و اثنين و اثنين ميدال يغذيهم Deep Branch of Elmer Nerf و اثنين اللاترال يغذيهم Median Nerf و تحديدا Common Palmer Digital Branch of Median Nerf نجد الآن إلى Enterocius Compartment هنا نضيف ملاحظة مهمة Enterocius Compartment تحتوي فقط على 7 Muscles 7 عضلات اللي هنا 3 Palmer Enterocii Muscles و 4 Dorsal Enterocii Muscles اما بالنسبة لعضلة الدكتور بولوسيس فهذه العضلة لا تقع داخل Enterocius Compartment عضلة الدكتور بولوسيس إلى Compartment خاصة بها اللي اسمها Addictor Compartment يعني لاحظوا هنا High Compartment of the Hand عندنا هنا Hypothenar Compartment وهذه Thenar Compartment وهذه Addictor Compartment اللي تحتوي على عضلة Addictor Policies لذلك هنا جره سهم بأن عضلة Addictor Policies تقع داخل Addictor Compartment ولا تقع داخل Enterocius Compartment و ايضا نوضح لكم بأن هذه Enterocius Compartment اسمها Enter يعني ما بين و OCS يشير بها العظام فمعناها Compartment الذي تقع ما بين العظام وتحديدا ما بين Metacarpals of the Hand يعني لاحظوا هنا هذه هي Metacarpals of the Hand Enterocius Compartment تقع ما بين Metacarpals of the Hand لأن Enterocius و OCS فتقع ما بين العظام وهنا يقصد ما بين Metacarpals of the Hand اما بالنسبة لتغذية العضلات بال Enterocius Compartment ستتم عن طريق Deep Branch of Under Nerve و عضلة Addictor Policies اللي موجودة بال Addictor Compartment أيضا يغذيها Deep Branch of Under Nerve لاحظوا هنا بالمجسم عند Palms of the Hand في راحة اليد تتواجد عضلة Addictor Policies والتي تكون عبارة عن Two Heads رئيسيا رئيس نسميه Transverse Head of Addictor Policies Muscle يعني الرأس الأفقي لعضلة Addictor Policies والرأس الآخر هو Oblique Head of Addictor Policies Muscle يعني الرأس المائل لعضلة Addictor Policies Oblique يعني مثل الزاوية المائلة وهذا الرأس يكون Transverse Transverse معناها أفقي فلاحظوا هذا هو Transverse Head of Addictor Policies Muscle وهذا هو Oblique Head of Addictor Policies Muscle أما بالنسبة لإنتروسياء موسلز فعندنا Palmar إنتروسياء ودورسل إنتروسياء أول شيء نزيل المبريكان موسلز ذلك المبريكان موسلز وهنا أربعة نزيلهم بعد إزالة المبريكان موسلز سيبقى ما بين المتاكاربال فقط إنتروسياء موسلز وهنا 7 موسلز سبع عضلات ولتقسيما كالآتي الثلاثة نسميها Palmar إنتروسياء ثم العضلات الثلاثة نسميها Palmar إنتروسياء muscles High First High Second High Third أما القسم الآخر فهو Dorsal إنتروسياء موسلز وهنا أربعة High First High Second High Third و High Fourth أما بالنسبة إلى Dorsal Compartment أو نسميها Extensor Compartment في المساء شرحنا عنها وعرفنا بأن يمروا من خلالها فقط Tendons أو تار عضلات وتعديدا أو تار عضلات خارج اليد وتحديدا في المنطقة الخلفية للساعد Pulsier Compartment أو The Four R في وضحنا بأن في الدorsal يوجد Tendons of Long Digital Extensors يعني أوتار العضلات التي تؤدي حركة extension of the fingers extension للأصابع وأيضا تشارك بحركة extension of the hand وطبعا ذني العضلات Nerve Supply مالتهم خارج اليد لذلك هنا ذكرنا No Intrinsic Motor Nerves يعني لا توجد أعصاب حركية في اليد تغذي هذه العضلات لأن ذلك العضلات لأرجمة خارج اليد وأيضا التغذية العصبية تجيه من خارج اليد يعني من الأعصاب متواجدة في الساعد وأيضا لازم أضيف ملاحظة مهمة بعدين ما نأتي للجدول ندرس كل عضلة بالتفصيل سنلاحظ بأن عضلة Addictor Policies ستكون متواجدة بالجدول مع Thinner Muscles وذلك لأن عضلة Addictor Policies هي من العضلات التي تتحرك الإبهام ذا الثامب وThinner Muscles هي عضلات يحركن الإبهام لذلك بالجدول سترى أن شرح عضلة Addictor Policies هو مع Thinner Muscles لذلك بعض المصادر تعتبر Addictor Policies Muscle من ضمن Thinner Muscles بحيث إذا تبحث عن Thinner Muscles سترى أن Thinner Muscles 4 Muscles Addictor Policies لكن Addictor Policies موجودة بالإنتروسيس بالرغم من ذلك هي تشارك Thinner Muscles بالحركة وهو تحريك الإبهام نبدأ الآن بأول عضلة Palmaris Previous طبعا ذنى عضلات في المنطقة الأمامية موجودة في راحة اليد وذنى أيضا عضلات في المنطقة الأمامية في راحة اليد نلاحظ هنا هذه العضلة هي Palmaris Previous هذه العضلة Palmaris Previous قلنا بأن هي لا تقع داخل Hypothener Compartment لكنها ستشارك مع العضلات في Hypothener Compartment بتكوين Hypothener Eminence Hypothener Eminence عبارة عن بروز في الجلد وهذا البروز اللي مكون عن طريق كتلة العضلات التي تتقع في هذه المنطقة واللي هن Hypothener Muscles اللي عادتهم ثلاث بالإضافة إلى Palmaris Previous فإذا هذه هي عضلة Palmaris Previous لو نجي نعزلها نلاحظ بأن تحت العضلات سنجد ألنر نيرف بالإضافة إلى ألنر آرتري فإذا عضلة Palmaris Previous توفر حماية لألنر نيرف وألنر آرتري اللي يمرون من تحتها أورجن هذه العضلة هو Palmar Aponeurosis وإنسيرشن هذه العضلة هو الجلد في راحة اليد طبعا ستلاحظون أن العضلات في الجهة الأمامية لليت أو بشكل عام العضلات الإنترنسيك يعني العضلات اللي أورجن مالتها وإنسيرشن مالتها ستلاحظون أن الأورجن مالتها وإنسيرشن مالتها مميزة عن العضلات التي درسناها في باقي أجزاء الأطراف العليا فنلاحظ هنا بين عضلة Palmaris Previous لأورجن مالتها ساير بيمين بالPalmar Aponeurosis وكذلك بالفلكسر لتناكلها بينما إنسيرشن هذه العضلة هو سكين أوف بالم الجلد في راحة اليد يعني من هذه الجهة ستتصل بسكين أوف بالم بجلد راحة اليد وطبعا طبيعي أن هذه العضلات تتصل بسكين أوف بالم بجلد راحة اليد بما أن الجلد في راحة اليد يكون سميك ومجدود وقوي يعني يتحمل أن عضلات تتصل بها وتتحرك والشدة تغذية العصبية لهذه العضلة وهو عن طريق Superficial Branch of Alnard Nerve والروتس هي C8 و T1 هذه ما مطلوبة لديكم الروتس لاحظوا هنا ننظف العصاب ونزيل العضلات نقرب هنا هذا العصب هو Alnard Nerve من يوصل إلى اليد سينقسم إلى Superficial Branch of Alnard Nerve و Deep Branch of Alnard Nerve السuperficial Branch الذي نقرب هنا سنرى حيطي فرعين الذي هنا Muscular Branch of Alnard Nerve to Palmaris Brevis إذا سنتقل أفرع تغذية عضلة Palmaris Brevis عندما نضيف العضلات هذه هي عضلة Palmaris Brevis وضيفة هذه العضلة Corrugates Skin يعني ستشد الجلد أو نقول تموّج الجلد عن طريق شدة to improve grip of palm لكي تحسن قبضة راحة اليد يعني ستشد الجلد في راحة اليد وتخليه كأنما مموج في المنطقة التي ستشد الجلد من عندها وهي منطقة Insertion بحيث ستحسن قبضة راحة اليد يعني لما نمسك شيء بيدنا سنقدر نمسكها بثباتية أكثر لاحظوا أن هذه الصورة توضح لكم عمل عضلة Palmaris Brevis عندما تتحرك العضلة ستشد الجلد بهذا الشكل فلاحظة أولا ستشد الجلد الطبيعية لما لا يكون مجدود ولاحظوا الجلد في هذه المنطقة لما نشدها عضلة Palmaris Brevis ستجعله مموج الشكل ومجدود وأقوى حتى لما نمسك شيء بيدنا تكون القبضة محكمة أكثر العضلة الثانية وهنا أربع عضلات وهنا Lumbricles Lumbricles عبارة عن 4 muscles أربع عضلات عندما نزل Palmar aponeurosis سنرى العضلات أربع عضلات نطلق عليها تسمية Lumbricles الأرجن مع هذه العضلات هو Tendons of flexor digitorum profundus وإنسلشن هذه العضلات هو Extensal expansion of medial four fingers ترى الأرجن مع هذه العضلات أريدكم تركزون لما نرجع عضيف باقي التراكيب ولاحظوا بما سيكون أرجن هذه العضلات لاحظوا هنا هذه الأوتار هي أوتار عضلة flexor digitorum profundus ستمثل origin of Lumbricles التي هي 4 muscles أربع عضلات بينما إنسلشن هذه العضلات إذا نعزلها سنرى أنها متصلات بالproximal phalanges يعني لاحظوا هذه First Lumbricles origin of Tendons of flexor digitorum profundus والإنسلشن مالتها بجانب proximal phalanx of the second digit للأصبع الثاني ونفس الشيء بباقي Lumbricles origin of flexor digitorum profundus tendon والإنسلشن sides of proximal phalanges Nerve Supply تغذية العصبية لهذه العضلات هو عن طريق First and Second Nerve Supply تغذية العصبية لهذه العضلات First and Second Lumbricle Muscles التي هي Lateral 2 سيتم تغذية عن طريق Median Nerve بينما Third and Fourth Lumbricle Muscles سيتم تغذية عن طريق Deep branch of ulnar nerve لاحظوا لو نعزلهم First and Second Lumbricle Muscles سيغذية Median Nerve أما Third and Fourth Lumbricle Muscles التي سيرت Medial سيغذية Deep branch of ulnar nerve Action وظيفة هذه العضلات هو Flex Metacarpophalangeal joints هذه واحدة And Extend Interphalangeal joints of fingers Except Thumb سيقوم بتغذية التغذية لكل أصبع ما عند الإبهام فلاحظونا بهذه الصورة نوضح لكم حركة Flexion of the Metacarpophalangeal joints لكل الأصابع ما عند الإبهام كما رأيتم أما حركة Flexion of the Interphalangeal joints يقصد بأنها ستساهم بحركة هذه المفاصل اللي هي Interphalangeal joints والتي هي مفاصل الأصابع والحجة هذا بكل أصابع ما عند الإبهام نجلس إلى عضلات مهمة اللي هي Interrocei هنا أنا لكو خطأ لازم نصححونه Palmer interrocei اللي هي أربعة بالأصل ليس أربعة هن فقط ثلاث فهي غيروا عليه وشطبوا عليه الأربعة وكتبوا مكانها ثلاث فإذن Palmer ثلاثة والدورس الأربعة فالإنتروسيائي بشكل عام جاءت عدتهم عدتهم سبعة فلاحظونا بالمجسم ذني هن الامريكا المسلز نشيل هن ونشيل هذه العضلة اللي هي الدكتور بوليسس سنجد ذني العضلات ما بين الميتا كاربلز أيضا ذني هن إنتروسيائي مسلز اللي عدتهم سبعة سيكون عبارة عن ثلاثة Palmer interrocei مثلما يرون فقط ثلاث وأيضا أربعة دورس الأنتروسيائي ذني أربعة دورس الأنتروسيائي فأولا نبدأ بالPalmar interrocei اللي هنا ثلاثة واحد واثنين وثلاثة First, Second, Third الأرجن ما بين العضلات اللي هنا بالPalmar interrocei هنا ثلاثة Three From interior surface of shafts of second fourth and fifth يعني الأرجن مالتها هو من أجسام الميتا كاربلز الثانية والرابعة والخمسة فاللاحظة هنا بأن First Palmer interrocei muscle متصل بالشافت بالجسم الميتا كاربل الثاني والSecond والSecond Palmer interrocei muscle متصل بالشافت of fourth metacarpal والثيرد Palmer interrocei muscle متصل بالشافت of fifth metacarpal أما بالنسبة إلى انسيرشن هذه العضلات فريدتكم تشطبون أولا على كلمة Thumb فاللاحظة بين انسيرشن هذه العضلات اللي هنا Palmer interrocei واللي هنا ثلاثة Approximal phalanges of index ring and little fingers وأيضا dorsal extensor expansion of each finger منذني الفينجرز منذني الأصابق لاحظوا هنا بأن First Palmer interrocei والSecond والثيرد للإنسيرشن مالتين كالآتي base of proximal phalanx of index finger and base of proximal phalanx of ring finger and base of proximal phalanx of little finger وكذلك extensor expansion of each finger يعني القصد الفيجي الموجودة على الجهة الخلفية اللي لديت مثل ما ترون هنا أيضا راح تمثل جزء من الإنسيرشن من Palmer interrocei العصب اللي غذي هذه العضلات هو اللي هو نفس العصب اللي راح يغذي dorsal interrocei muscles أما حركة هذه العضلات فباختصار هي حركة adduction of fingers toward center of third finger نحو مركز third finger اللي هو middle finger لاحظوا هنا بأن حركة هذه العضلات هي adduction of fingers toward the center of third finger نحو مركز الأصبع الثالث أو نسميه middle finger الأصبع الأوسط هذه هي الحركة نحو مركز 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 أربع عضلات الأرجن مالتهم contiguous sides of shafts of metacarpal bones ويقصد هنا جوانب أجسام metacarpal bones نحو مركز نحو مركز نحو مركز نحو مركز نحو مركز الأرجن مالتهم هو sides of shafts of metacarpal bones يعني جوانب أجسام metacarpals بينما insertion هذه العضلات هو proximal phalanges of index middle and ring fingers وأيضا dorsal extensor expansion لاحظوا insertion هذه العضلات الأولى بالproximal phalanx of index finger والثانية والثالثة بالproximal phalanx of middle finger والرابعة بالproximal phalanx of ring finger العصب اللي رح يغذي هذه العضلات أيضا deep branch of ulnar nerve وحركة هذه العضلات بدل ما تحفظ هذه الهوسة كلها باختصار هو abduction of fingers from center of third finger من مركز الأصبع الثالث اللي هو middle finger لاحظوا حركة abduction of fingers نبدو الآن short muscles of thumb العضلات القصيرة للإبهام فاللاحظ بجد والذاكر أربع عضلات اللي هن العضلات القصيرة للإبهام أولا نازم نوضح بأن العضلات الموجودة في اليد والتي تتحرك الإبهام هن أربعة ثلاثة منعتهم موجودة thinner compartment اللي هن Abductor Policies Flexor Policies Previous Opponents Policies ذني عضلات موجودة في thinner compartment أما عضلة الدكتور فهي أيضا عضلة تحرك الإبهام لكنها موجودة في الدكتور compartment فإذا ذني العضلات الأربعة اللي هن ثلاثة منعتهم موجودة في thinner compartment وعضلة موجودة بالدكتور هن عضلات موجودة في اليد ويحركن الإبهام أول عضلة اللي نبدو بيها هي Abductor Policies Previous من اسمها Abductor Policies معناها Abductor تؤدي حركة Abduction Policies كلمة لاتينية ترجمتها الإنجليزية ثامب إبهام فمعناها تؤدي حركة Abduction وسميناها بريفيس لأن قصيرة ليس منها قصيرة لأن هناك عضلة اسمها اللي هي أحد العضلات الساعد فهذه هي طويلة وهذه القصيرة اثنين يدن حركة Abduction of the Thumb هذه العضلة مالتها سكافويد ترافيزيوم وفلكسر ريتيناكولم أما الإنسيرشن هو Base of Proximal Phalanx لاحظوا هنا هاي العضلة هي Abductor Policies Previous لو نعزلها هذا هو شكل العضلة الأورجن مال هذه العضلة لو نضيف الفيجية فهو أولا بالفلكسر ريتيناكولم ولو نعزل العضلة فأيضا الأورجن سيأتي من سكافويد بون وترافيزيوم بون أما الإنسيرشن من هذه العضلة فاللاحظة هنا هو Base of Proximal Phalanx of Thumb العصب اللي يغذي هذه العضلة هو Median Nerve وهنا ملاحظة مهمة كل الثين المسلز يغذيه Median Nerve وعضلة Abductor Policies Previous من اسمها الحركة مالتها Abduction of Thumb لاحظوا هنا هاي حركة Abduction of the Thumb والتي هي إبعاد الإبهام عن باقي الأصابق ثانية عضلة Flexor Policies Previous من اسمها Flexor Policies Flexor تؤدي حركة Flexion Policies يعني Thumb الإبهام فتؤدي حركة Flexion of the Thumb وسميناها Previous لأن قصيرة ليس سميناها قصيرة لأن هناك عضلة من عضلات العضلات الساعة اسمها Flexor Policies Longest Flexor Policies الطويلة هذه Flexor Policies Previous القصيرة الأرجن مالتها هو Flexor Retinaculum والإنسيرشن هو Base of Proximal Phalanx of Thumb فعدنا هنا هاي العضلة هي Flexor Policies Previous الأرجن مالتها هو Flexor Retinaculum بينما الإنسيرشن مال هذه العضلة هو Base of Proximal Phalanx of Thumb العصب اللي غذيها هو Median Nerve وحركة هذه العضلة Flexes Metacarpophalangeal Joint of Thumb أو نقدر نقول باختصار Flexion of the Thumb فلاحظوا هنا هاي الحركة هي Flexion of the Thumb العضلة الثالثة من الثاني المسلز هي Opponents Policies من اسمها هذه العضلة Opponents لأنها تؤدي حركة Opposition و Policies يعني Thumb فتؤدي حركة Opposition of the Thumb وراح نراويكم هاي الحركة الأرجن مالتها هو Flexor Retinaculum والإنسيرشن هو Shaft of Metacarpal Bone of Thumb حتى نشوف العضلة لازم أولا نزيل هذه العضلة اللي هي Abductor Policies Previous تحت هذه العضلة رح نشوف هذه العضلة الصغيرة اللي هي Opponents Policies Muscle الأرجن مال هذه العضلة هو Flexor Retinaculum وطبعا هي أيضا متصلة بالترابيزيون بينما انسيرشن هذه العضلة لو نزيلها حتى نشوف بوضوح فالانسيرشن مالتها هو Shaft of Metacarpal Bone of Thumb جسم المتاكاربل مال الثمب العصب اللي غذي هذه العضلة هو Median Nerve أما حركة هذه العضلة فهي Pulls Thumb Medially and Forward Across Palm رح تسحب الإبهام Medially باتجاه راحة اليت أو نقدر نقول Opposition of the Thumb فلاحظوا هاي الحركة هي حركة Opposition of the Thumb واللي هي بأن قمة الإبهام يقابل قمة أي أصبع من أصابع اليت هاي الحركة نقدر نسويها بمساعدة عضلة Opponents Policies نجس إلى عضلة Adductor Policies هذه العضلة لا تقع داخل Thinner Compartment تقع داخل الكمبارتمنت خاص بها اللي هو Adductor Compartment لذلك هاي العضلة ما يغذيها Median Nerve يعني كل العضلات بThinner Compartment اللي هنا ثلاث عضلات يغذيها Median Nerve لكن هذه العضلة Adductor Policies تقع داخل Adductor Compartment ويغذيها Deep Branch of Alnar Nerve وأيضا عضلة Adductor Policies هي من العضلات المميزة في اليد لأن هذه العضلة تحتوي على two heads رأسيا اللي هم Oblique Head و Transverse Head الأورجن مالتها نبدأ أولا بال Oblique Head الأورجن مالتها الأورجن مالتها هو Second and Third Metacarpal Bones بينما Transverse Head الأورجن مالتها هو Third Metacarpal Bones لحظة أولا دعنا نزيل Collective Tissue نركز هنا لدينا هذه العضلة هي Oblique Head of Adductor Policies وسميناها هذا Oblique Head يعني الرئيس لأنه جاء بشكل Oblique بشكل مائل بينما هذا الجزء هو Transverse Head of Adductor Policies سميناه Transverse Head لأنه أفقي Transverse يقصد هنا لأنه أفقي فلاحظوا بأنه صغير أفقي تقريبا فسميناه Transverse Head بشكل مائل بشكل مائل بشكل مائل بشكل مائل بشكل مائل بشكل مائل ستصل إلى Second Metacarpal والثير متكارب وأيضا جزء بسيط من العضلة ستصل إلى Capitate Bone التي هي من بشكل مائل بينما الرأس الآخر الذي هو Transverse Head فلاحظ بأن الأورجن مالتها هو بالثير متكارب وتحديدا anterior surface of ثير السطح العمامي لجسم المتكارب الثالثة ما هو الانسرشن؟ الانسرشن هو Base of Proximal Phalanx of Thumb يعني قاعدة Proximal Phalanx للإبهام هل يوجد من Transverse Head والOblicue Head العصب الذي يغذيهم هو Deep Branch of Ulnar Nerve وحركة هذه العضلة من اسمها Adductor Policies سميناها Adductor لأنها تؤدي حركة Adduction و Policies معناها الإبهام فتؤدي حركة Adduction فلاحظوا هنا لما نكون الإبهام بوضعية Abduction سأقوم به Adduction مثل ما شفتوا أمامكم الآن بعد ما كملنا Thinner Muscles وهنا العضلات التي سيتصلم بالثمب بالإبهام والذي حركة للإبهام نجح السئلة Hypothener Muscles Hypothener Muscles ذني عضلات سيحركة Little Finger الأصبع الصغير والذي عبارة عن Three Muscles ثلاث عضلات فلاحظوا هنا ذني هي Hypothener Muscles التي سارت Medial in the hand في الجهة والذي هنا ثلاثة أولا Abductor وعميقا لهذه العضلة عضلة فلكسر وعميقا لها أيضا هذه العضلة اللي هي Opponents أولا نبدأ بعضلة Abductor Digital Minimai هذه العضلة الأورجن مالتها هو بينما انسرشن هذه العضلة هو لاعظوا هذه Abductor لو نجي نعزلها هنشوف هنا أورجن هذه العضلة هو بينما انسرشن هذه العضلة هو base of proximal phalanx of little finger العصب اللي غذية هو ومن اسمها Abductor Digitai Minimai Abductor لأن تؤدي حركة Abduction Digitai Minimai يقصد هنا digit ومينيماي معناها صغير فالأصبع الصغير فابدكشن للأصبع الصغير فنشوف بأن حركة هذه العضلة هو ولاحظوا هذه الحركة Abduction of the little finger اللي سيشارك به عضلة Abductor Digitai Minimai ثانية عضلة هي Flexor Digitai Minimai الأورجن من هذه العضلة هو Flexor Retinaculum وانساشن هذه العضلة هو Base of proximal phalanx of little finger لو نزيل عضلة Abductor Digitai Minimai فنلاحظ تحت هذه العضلة هي عضلة Flexor Digitai Minimai لنجي نعزل هذه العضلة فهنا أريدكم تصحيح أو نقول إضافة هو الأورجن مالتها Flexor Retinaculum الموجود هنا وأيضا Hook of hamate بينما انساشن هذه العضلة هو Base of proximal phalanx of little finger العصب اللي يغذيها هو Deep branch of ulnar nerve وطبعا كل hypotenar muscles يغذيهم Deep branch of ulnar nerve حركة هذه العضلة من اسمها Flexor تؤدي عركة Flexion Digitai Minimai يشير به إلى الأصبع الصغير little finger فرح تؤدي حركة Flexor's little finger Flexion of the little finger لاحظوا هذه الحركة هي Flexion of the little finger ما لكم علاقة بباقي الأصابع ركزوا فقط على Little finger الأصبع الصغير وأخير عضلة من Hypothenal muscles هي Opponents Digitai Minimai الأورجن مالتها Flexor Retinaculum أما insertion هذه العضلة هو Medial border of the fifth metacarpal bone لاحظوا هنا لما ننزل عضلة Flexor Digitai Minimai سنجد تحتها هذه العضلة اللي هي Opponents Digitai Minimai لو ننزلها فالأورجن مال هذه العضلة هو Flexor التناكل الموجود هنا الذي سيكون roof of carpal tunnel وأيضا ضيف بعض hook of hamate بينما insertion هذه العضلة هو الحدود الميديال مع the fifth metacarpal مع المتacarpal الخامس العصب الذي يغذي هذه العضلة اللي هو Deep branch of ulnar nerve أما حركة هذه العضلة من اسمها Opponents يعني تؤدي حركة Opposition و Digitai Minimai للأصبع الصغير ستؤدي حركة Opposition of the little finger فنوضحنا بأن حركة Opposition of the little finger هي حركة Pulse fifth metacarpal forward تسحب المتacarpal الخامس للأمام يعني نسوي حركة Cupping of the palm أو نسوي حركة Opposition of the little finger ستتحرك عضلة Opponents Digital Minimai لاحظنا هنا هذه الحركة هي Opposition of the little finger والتي هي ملامسة قمة الأصبع الصغير إلى قمة الإبهام وأيضا عضلة Opponents Digital Minimai ستساهم بإداءة هذه الحركة اللي هي Cupping of the palm ما نخلي يعني راحة اليد مثل الكب بعد ما كملنا المنطقة الأمامية لليد والعضلات في المنطقة الأمامية لليد نجهس إلى Dorsal aspect of the hand الجهة الخلفية لليد فنبدأ أولا بالسكن والذي سيضمن أيضا الأظافر الجلد في الجهة الخلفية لليد سيكون ثن رقيق ويكون هاري مشعور يحتوي على hair follicles بصلاة شعر وأيضا Contains Nails يحتوي أظافر On Destal Phalanx الأظافر أين سيكون على Destal Phalanx في كل أصبع لاحظنا بالمجسم لو نقرب إلى اليد الأظافر ستكون متواجدة على الجهة الخلفية لليد وتحديدا On the posterior surface of the destal phalanx of each finger يعني مثلا هذا الIndex finger وهذا هو Destal Phalanx of index finger الأظفر ما لهذا الأصبع سيكون نتواجد On the posterior surface of the destal phalanx على السطح الخلفي للدستال phalanx ونفس الشيء بباقي الأصابع الأظافر تتواجد On the posterior surface of the destal phalanx of each finger على السطح الخلفي للدستال phalanx لكل أصبع فهذا سنعرف تشريح أظفر الإنسان بالتفصيل وتحديدا أظافر اليد طبعا هي أظافر اليد وأظافر القدم تقريبا نفس الشيء لكن سنركز على أظافر اليد فلاحظوا هنا لدينا صورة كاملة للأظفر وهنا لدينا cross section صورة مقطعية للأصبع توضح لنا تشريح الأظفر فأولا The nails الأظافر are specialized skin appendage يعني ملحقات من الجلد متخصصة يعني لها مميزاتها الخاصة Derived مشتقة from the epidermis مشتقة من طبقة الإبديرمس في الجلد يعني الأظافر بشكل عام أظافر اليد وأظافر القدم مشتقة من طبقة الإبديرمس في الجلد الجلد ثلاث طبقات الإبديرمس والديرمس والهايبوديرمس فالأظافر مشتقة من الإبديرمس هيا أولا من شنو يتكون الأظفر The nail consists of two structures يتكون من تركيبين أولا The nail plate وثانيا The nail matrix بكل بساطة The nail plate هو جزء ظاهر من الأظفر يعني سلما تأتي الأصب وكتباع الأظفر الجزء الذي يرى من الأظفر كل هذا يعتبر هو nail plate ولما ننوخر سنجد The nail matrix أو بين قوسين نسميها The nail bed يعني لاحظوا هنا هذا هو The nail plate فلو نزيل جزء من The nail plate سنرى تحتها مباشرة موجود The nail bed أو نسميه The nail matrix مثل ما نرى هنا يقاتب عليه nail bed أو نسميه nail matrix نفس الشيء لأن اثنين ترجمتهم يعني وسادة الأظفر يعني جزء الذي سيستند عليه nail plate يعني هذا nail plate سيقعد عليه من؟ سيقعد على nail bed أو نسميه nail matrix كيف يتكون من؟ consist of A. germinal matrix B. sterile matrix C. hyponachium هناك germinal matrix يمكن أن نسميه proximal matrix والsterile matrix يمكن أن نسميه distal matrix فلاحظونا بها الصورة هذه الصورة مقطعية للأصبر بحيث تم قطع الأصبر بهذا الشكل فصير لدينا هذا الشكل فلاحظو هذه الطبقة بالأصبر والذي حدث أعلى هي The Nail Plate وطبعاً The Nail Plate هو الحاف فموالته تطول ونأتي هنا نقلمه كيف سنجد تحت The Nail Plate؟ سنجد جزء الذي سيستند عليه الأظفر وهو The Nail Bed وسادة الأظفر أو نسمي The Nail Matrix أيضاً يعني وسادة الأظفر فلاحظوا هنا هذا الجزء من The Nail Matrix الذي محددين لونه في الأزرق هنا هو The Germinal Matrix لأن هذا الجزء البعيد من The Nail Bed يعني جزء دستل من The Nail Bed هو اسمه Sterile Matrix كيف سنجد وظيفتهم؟ نلاحظ هنا الجرميل الماتريكس بين قوسين نسموها أيضاً لونيلا اللونيلا هي عبارة عن جزء من The Nail Plate الذي موجود في قاعدة الأظفر والذي يكون لونه أبيض وسبب تلونه باللون الأبيض هو وجود الجرميل الماتريكس تحته يعني هذه اللونيلا لونها أبيض لأن الجرميل الماتريكس صارت تحتها مباشرة لذلك هنا لما ذكر لك الجرميل الماتريكس كتب لك بين قوسين لونيلا لأن هذا جزء من The Nail Plate اللي يكون لونه أبيض مباشرة تحته موجودة جرميل الماتريكس اللي تنطيه هذا اللون الأبيض فلاحظوا هنا هذا هو The Nail Plate وهنا لدينا جزء The Nail Plate اللي هو اللونيلا اللي تحته مباشرة موجودة جرميل الماتريكس كيف تحتوي جرميل الماتريكس contains cells تحتوي خلايا contains cells تحتوي خلايا that produce The Nail Plate يحتوي على خلايا تنتج The Nail Plate يعني هذا The Nail Plate منه مسؤول عن إنتاجه لأن أكيد The Nail Plate مع الوقت يتعرض إلى ضرر وخدوش ما الذي سيجدد The Nail Plate هناك خلايا موجودة بالجرميل الماتريكس هي التي ستنتج The Nail Plate إذن الآن عرفنا أول جزء من The Nail Plate ثاني جزء من The Nail Plate أو The Nail Matrix هو The Sterile Matrix هنا كاتب لنا شرح The New Nail Contains Death Cells الضفر الجديد يحتوي على خلايا ميتة وهنا كاتب بين قوسين The Proximal Part of Nail هنا كاتب لكم تشطبون على كل هذا الحشي لأن هذا الحشي لا يوجد علاقة بالSterile Matrix دعنا نضيف ملاحظة The Nail Plate هو عبارة عن خلايا ميتة وهذه الخلايا الميتة تم إنتاجها من قبل The Germinal Matrix The Germinal Matrix سينتج خلايا وهذه الخلايا ستمر بمرحلة اسمه Keratinization يعني The Germinal Matrix سينتج خلايا حية وهذه الخلايا الحية ستمر ستمر بعملية Keratinization باختصار ستصبح خلايا باختصار ستصبح أكثر صلابة وقوة لكن ستمر فهذه الخلايا الميتة التي تم إنتاجها ستجدد The Nail Plate للماذا تعرفون The Nail Plate يتعرض إلى خدوش أو ضرر معين يعني صح هو مثل الخلايا الميتة لكن هذه الخلايا الميتة ممكن تتدمر لذلك يتم تجديد The Nail Plate من قبل The Germinal Matrix واخر شي لدينا ثالث تركيب The Nail Matrix أو The Nail Plate والذي هو الهايبو نيكيام طبعا بالأطفر أكو هايبو نيكيام وأكو إيبو نيكيام الهايبو نيكيام من اسمه هايبو يعني صاير تحت تحت النايل بلايت والإيبو نيكيام من اسمه صاير إيبي يعني فوق فوق النايل بلايت الهايبو نيكيام الذي صاير تحت النايل بلايت أين موجود بالضبط؟ The Destal Part of Nail Bed الجزء البعيد من النايل باد أو نسميها Nail Matrix بينما الإيبو نيكيام هو Proximal Part of Nail الجزء القريب من الأطفر وصاير أين؟ فوق النايل بلايت لاحظوا هنا هذا هو النايل باد أو نسميه Nail Matrix الجزء البعيد من عنده هنا يعني هذا هو الهايبو نيكيام هذا الهايبو نيكيام يكون به الإبو نيكيام سميك يعني شايف أنت نتقلم أضافرك وشوف أن الجلد تحت الجزء الذي قلمته من الأطفر تلقى سميك هذا هو الهايبو نيكيام الذي يكون به الإبو نيكيام لاحظوا هنا هذه الصورة توضحنا الهايبو نيكيام الذي هو The Destal Part of Nail Bed والتي يكون به الإبو نيكيام سميك فإذا تركزون ستلاحظون بأن الجلد هنا سيكون أكثر سمكا هذا هو الهايبو نيكيام بينما هذا الجزء هو إبو نيكيام الذي سينطينه الكيو تيكيل لاحظونا بهذه الصورة هذا هو الإبو نيكيام الذي سينطينه الكيو تيكيل هناك الكيو تيكيل ما سيقوم به الأطفر سيكون مغروس في الجلد فمن الممكن أن تأتي بكتيريا على سبيل المثال وتدخل من هذه المنطقة ما بين الجلد والنيل بلايت فتدخل البكتيريا إلى الداخل وتسبب عدوى لذلك هنا لدينا الإبو نيكيام الذي هو جزء من الجلد سينطينه الكيو تيكيل الكيو تيكيل الكيو تيكيل سيحكم إغلاق هذه المنطقة سيجعل الجلد ملتصق بالنيل بلايت حتى يسد هذه الفتحة الموجودة هنا وما تدخل أي بكتيريا أو كائنات حياة دقيقة ما بين الأطفر والجلد وسأعطيكم بعض توضيح حول نيل بلايت هذا الجزء من نيل ابلايت نسموه يقري الفري ايج يعني الحافة الحرة لاتسموها الحافة الحرة لأن كل نيل بلايت موجود تحتها موجود النيل بيت أو نسميه نيل ماتركس بعد ذلك الفري ايج ما الذي فقط الأطفر المساعد للإنسان على أمساك الأشياء بقبضة محكمة أكثر وأيضا يوفر حماية لإنهايات الأصابع وأيضا الأظفر ينتم مؤشر عن صحة الإنسان فلاحظوا هنا يوجد عدة حالات مرضية من الممكن أن تؤثر على شكل الأظفر فمثلا رقم 11 لما ينصير الأظفر بهذا الشكل بحيث تقريبا نصف الأظفر لونه أصفر ونصفه لونه وردي هذا ممكن ينتم مؤشر أن المريض مصاب بليمفو أديمة أو لينفوما لذلك سبب أهمية الأظفر في تشخيص الحالات المرضية فنكمل هنا The nail plate is produced by the germinal matrix يوضحنا بأن النيل بلايت يتم إنتاجها عن طريق germinal matrix مثل ما وضحنا أما بالنسبة إلى The sterile matrix is distilled to the lunilla يعني هذه الـ lunilla تحتها مباشرة موجود germinal matrix لو نصعد نروح دستل فعدنا هذا جزء من النيل بلايت الذي يكون لونه وردي ستتواجد الـ sterile matrix يوضحنا بأن الـ sterile matrix موقعها distilled to the lunilla وتكون highly vascular يعني غنية بالأوعية الدموية وبسبب أن الـ sterile matrix غنية بالأوعية الدموية هو الذي سينطي لون الوردي للنيل بلايت في هذه المنطقة فنوضحنا بأنه عندما يكون highly vascular accounts for the pink nails color يعني سوف يعطي اللون الوردي للأظفر أما The hypo neakiem فلاحظوا هنا بعد ما قمنا بإزالة nail plate في هذه المنطقة وقمنا بإزالة nail matrix أو nail bit سنرى هنا هنا أكو أوعية دموية بكثرة هذه الأوعية الدموية هي التي سينطي لون الوردي للأظفر مثل هنا ممكن أحد يتسأل لماذا اللون الى لونها أبيض يعني The germinal matrix هم بها وعيدها ليهوية حالها حال الـ sterile matrix لماذا اللون الى لونها أبيض قلت لكم بأن هذا اللون الأبيض الذي حصل بالليون الى هو لأن The germinal matrix صارها تحته يعني هي التي تنطي لون الأبيض وسبب ذلك هو أن The germinal matrix الإبيدرمس بها يكون سميك ولأن الإبيدرمس سميك بالgerminal matrix هذا سيمنع ظهور اللون الناتج من اللوعة الدموية فاللوعة الدموية التي تمر بالديرمس لا سيبين لونها فوق الإبيدرمس لأن الإبيدرمس سميك بينما في الـ sterile matrix يكون الإبيدرمس أقل سمكا لذلك اللوعة الدموية الموجودة بالديرمس سيبين لونها على السطح لأن الإبيدرمس لا سيمنع ظهور اللون الناتج من اللوعة الدموية اللي هو لون الدم لأن الإبيدرمس ليس بالسمك الكافي الذي يمنع ظهور اللون الناتج من اللوعة الدموية وأيضاً يوضح أنه بأن هو الجزء البعيد من النيل بيت أو النيل ماتريكس ويوضح يعني النيل ماتريكس ككل أو نقول النيل بيت يعني في اتصال قريب لاحظوا هنا العظام مع الإنسان محاطة بغشاء يسمى بيري أوستيام بيري يعني حول وأستيام يعني عظام فغشاء صار حول العظام فهنا عدنا الديستال فالنكس رح يحوطه بيري أوستيام وغشاء يعني البيري أوستيام رح يحوط به بشكل كامل فيذكرنا بأن النيل بيت رح يكون بإتصال قريب مع البيري أوستيام اللي يحوط الديستال فالنكس ولهذا السبب يكون معرض إلى الإصابة يعني لما نصير كسر بنهاية الأصبع يعني بالديستال فالنكس ممكن أيضاً يضرر النيل بيت أو النيل ماتريكس لأنه في إتصال قريب مع البيري أوستيام اللي سيحوط الديستال فالنكس نجح سألها السوبرفيشية الفيجية الموجودة On the dorsum of the hand على الجهة الخلفية لليد اللي راح شنو وش تحتوي Contains loose tissue تحتوي على نسيج رخو ثالثاً Deep phagia on the dorsum of the hand راح تكون thin رقيقة وفي جزء معين منعتها اللي هو الجزء البروكسيمال راح تكون thickened سميكة تفورن لكي تكون extensor retinacula لاحظوا هنا لو نجح إلى الجهة الخلفية لليد ونقرب هنا راح نلاحظ بأن ديف phagia في الجهة الخلفية لليد وتحديداً من الجهة البروكسيمال راح يزيد سمكها راح تكون thickened لكي تكون تفورم extensor retinaculum هذا وضحناه بالمحاضرة الثمانية بي قلنا بأنه عبارة انغطاء من الفيجية من ديف phagia راح يثبت extensor tendons بمكانها أثناء الحركة نجح سألها extensor tendons واللي هنا الأوتار in the posterior compartment of the forearm الأوتار في الجهة الخلفية للساعد اللي راح تتصل in the hand في اليد واللي راح تمر من تحت extensor retinaculum فنوضحنا بأن هذه extensor tendons شنو هي الحركات اللي سويها the extrinsic are involved تتضمن in interphalangeal joint extension يعني extension to the fingers للأصابة وأيضا the radial nerve innervates يغذي all of the extrinsic extensor muscles الradial nerve هيغذي كل العضلات الاكسترنسيك اللي تؤدي حركة extension in the hand في اليد طبعا قلنا بأن العضلات الاكسترنسيك باليد هي العضلات اللي الأورجن مالتها خارج اليد والinsertion مالتها in the hand في اليد فكل هذه العضلات اللي هي extensor muscles اللي تؤدي حركة extension of the hand and fingers الأورجن مالتها in the posterior compartment of the forearm في الجهة الخلفية للساعد فنسميهن extrinsic ولن نعدار حركة extension نسميهن extensor this group of muscles consist هذه المجموعة من العضلات تتكون of three wrist extensors يعني الثلاث عضلات تؤدي حركة wrist extension أو hand extension and a larger group ومجموعة أكبر of thumb and digit extensors ومجموعة أكبر من عضلات تؤدي حركة thumb extension وعضلات تؤدي حركة finger extension أو extension of the digits لأظن هنا ذن الأوتار اللي هنا extrinsic muscle tendons راح تكون تابعة إلى عضلات تؤدي حركة extension of the hand واللي هي هذه الحركة extension of the hand of the wrist joint أما هذه الحركة هي hyper extension of the wrist joint أو hyper extension of the hand وأيضا تقسم لجموعة عضلات تؤدي حركة thumb extension و extension of the fingers أو extension of the digits لحظونا هذه الحركة هي extension of the fingers وهذه الحركة extension of the thumb يعني من وضعية flexion سويناه بوضعية extension زين شنو الانسيرشن مع هذه العضلات باليد يعني هاي الأوتار extensor tendons وين راح تتصل بالجهة الخلفية لليد they insert to the base of the middle phalanges يعني بقاعدة middle phalanges لكل الأصابع مع عدل إبهام وراح يكون الانسيرشن معالتها بالbindle phalanges as central slips لاحظو نحن نجي لأجهة خلفية اليد ونقرب فنرى بأن أوتار هذه العضلات لما توصل للأصابع ستبدأ أنه تاخذ انقسامات الانقسامات ستكون كالاتي كل أصبع من أصابع اليد مع عدل إبهام من الجهة الخلفية ستنقسم إلى central slip and lateral band واحد منها واحد منها فيوضحنا بأن extensor tendons أوتار العضلات extensor ستتصل بالbase of middle phalanges as central slips فاللاحظة هنا جزء منها ستتصل بالbase of middle phalanx كcentral slip والجزء الآخر to the base of the distal phalanges as lateral bands والجزء من extensor tendons ستتصل بالbase of distal phalanx بكل أصبع على شكل lateral bands واحد واثنية ذلك يسميه lateral bands وهنا ملاحظة مهمة the index on the small finger يعني الأصبع الصغير والأصبع الثاني the index each half كل منهم يملك independent extension function يعني إذا أنت تستطيع حركة extension للإندكس فينجر واحد وتستطيع حركة extension للإندكس فينجر واحد عن طليق شنوى through the extensor indices and extensor digital minim respectively يعني لماذا نستطيع حركة extension للإندكس فينجر واحد كل سهولة لأن هناك عضلة ستطيع حركة extension للإندكس فينجر اسمها extensor indices بينما الأصبع الصغير لماذا نستطيع حركة extension لأن هناك عضلة ستطيع حركة extension التي هي extensor digital minim فلاحظوا هنا سننطيع حركة extension للإندكس فينجر والليتل فينجر لاحظوا هنا بأن نستطيع حركة extension للإندكس فينجر واحد عن طريق عضلة extensor indices وإضاء نفس الأصبع نستطيع حركة extension للليتل فينجر واحد يعني كل الأصابع نستطيع بضعية flexion ونستطيع فقط extension للليتل فينجر عن طريق عضلة extensor digital minim ونضطينا ملاحظة مهمة التي شرحناها من الساعة قلنا بأن extensor compartments هم 6 فيوضح هنا extensor tendons are separated مقسمة into 6 compartments إلى 6 مناطق فلاحظوا هنا قلنا هنا extensor compartments عبارة عن 6 مناطق كل منطقة يمر منها أو تار عضلات ولاحظوا هذا هو ترتيبهم عبارة عن 6 مناطق 6 compartments وقلنا فقط تعرفون تعدات النجقد لم يطلو تعرفون كل شيء يمر من نجيس نجيس فور arm and hand deep facial spaces ماذا عبارة عن مساحات موجودة في اليد وموجودة أيضا in the four arm في الساعة هنا يوضح they are potential hand spaces مساحات formed by phagia and phagial septa مكونة عن طريق phagia والphagial septa يعني معزولة ستكون مثل غرف في اليد وال four arm نساعد وطبعا ذن المساحات يتواجد بيهن fat دهون بالإضافة إلى fluids سوائل مهمية معرفتها ممكن get infected تتعرض إلى عدوى يعني مثلا صير عدوى بكتيرية and distended تتوسع يعني تمتلئ with bus بالخراج يعني مثلا أحد هذه المساحات الموجودة هي mid palmer space المت palmer space ممكن لما يصير جرح باليد والجرح يكون عميق ويوصل إلى mid palmer space وتدخل البكتيريا البكتيريا ستقوم infection عدوى فأصيب الشخص بعدوى وهذه البكتيريا سببها سيتكون bus خراج فتمتلي هذه المساحة المت palmer space تمتلئ بالباس بالخراج وحتى تأخذون فكرة أوضح عن هذه المساحات لاحظوا هنا أظن أن هنا hand compartments مناطق اليد هنا هنا mid palmer compartment أو نسميها central compartment أما هنا تحتها ستواجه هذه المساحة الصغيرة التي هي mid palmer space عبارة عن مساحة تجويف صغير هذا التجويف الصغير ممكن عندما يصير عدوى بكتيريا ويصير inflammation التهاب ممكن أن ينملأ بخراج بالباس ونفس هنا هنا ثينر compartment التي بها ثينر muscles هنا بها مساحة نسميها ثينر space أيضا هذه المساحة ممكن أن يصير بها infection عدوى يؤدي إلى inflammation التهاب وتكون pus خراج فلاحظوا مثلا هذه الصورة هذا الشخص صغير عنده infection in the thinner space يعني infection صغير عميقا بالثينر space وأدى إلى تكون pus خراج فالمنطقة انتفخت وصارت ممنوئة بالخراج طبعا الخراج هو وسائل يكون أبيض نوعا ما يحتوي أكثر على خلايا مناعية وهي خلايا يوجد حتى تحارب infection تحارب العدوى التي سببتها البكتيريا يعني تحارب البكتيريا هنا يوضح لنا أن هناك العديد من المساحات مثل finger pulp spaces لاحظوا هنا في الجهة الأمامية من قمة كل أصبع يوجد مساحات صغيرة عميقا في نهاية كل أصبع من الجهة الأمامية يسموهم finger pulp spaces هذه المساحات ممكن أيضا نسب بها infection عدوى والعدوى تؤدي إلى inflammation والالتهاب والالتهاب يؤدي إلى تكون pus خراج فلاحظوا هنا finger pulp spaces موجودة في الجهة الأمامية لنهايات الأصابق يعني نهاية هذا الأصبع من الجهة الأمامية يوجد finger pulp spaces عميقا هنا نفس الشي أكو finger pulp spaces وهنا كذلك أكو finger pulp spaces فهذا شخص صار عدة infection بال finger pulp spaces بال middle finger بالأصبع الأوسط والinfection أدى إلى inflammation والالتهاب أدى إلى تجمع pus خراج فهذا الخراج تجمع تحت الجلد فتورمت المنطقة بهالشكل وثانيا inter digital web spaces من اسمها inter يعني ما بين digital أصابق فإذن هذه مساحات متوازدة ما بين الأصابق نلاحظوا هنا المساحة المتوازدة ما بين the thumb والإبهام والإندكس فنجر هي first web space والمساحة المتوازدة ما بين الإندكس فنجر والميدل فنجر هي second web space ونفس الشي هنا هي third web space وهي fourth web space ذن المساحات أيضا ممكن يصير به infection عدوى وinflammation التهاب وتجمع pus خراج مثل ما شاهرون بهالصورة هذا الشخص عنده inflammation التهاب بالfirst web space والsecond web space فصار عنده تورم بهذه المناطق وثالثا the palmer spaces الpalmer spaces تقسم إلى mid palmer space و thinner space يعني لاحظوا هنا ها هي mid palmer space وها هي thinner space أما رابعا dorsal spaces فهي مساحات على الجهة الخلفية لليد وخامسا the four arm space of parona the four arm space of parona هي عبارة عن مساحة موجودة عميقا in the four arm في الساعد هاي المساحة هي space of parona واللي هي عبارة عن مساحة in the four arm في الساعد in the anterior compartment of the four arm في المنطقة الأمامية للساعد هاي المساحة يكون لها تواصل مع الميد palmer space in the hunt يعني لما يصير infection بهذه المنطقة اللي هي space of parona in the four arm في الساعد ويصير بعدين inflammation والتهاب ويجمع بها بس خراج الinfection العدوى ممكن ايضا تنتقل الى mid palmer space اللي ايضا متصلة مع space of parona هاي ملاحظة مهمة ممكن تجيكم بالمسي كيو يعني لاحظوا هنا لما يصير infection بال space of parona in the four arm في الساعد ممكن ينتقل الى thinner space وممكن ايضا ينتقل الى mid palmer space وايضا لما يصير infection بال mid palmer space ممكن ينتقل الى space of parona وعن طريق space of parona بعدها ينتقل الى thinner space وبالعكس من thinner space اذا صار infection يمكن ينتقل الى space of parona ومن space of parona ممكن ينتقل الى mid palmer space لذلك لما يصير infection بهذه ال spaces هذه المساحات يفضل ان يتم علاج الحالة بأسرع وقت باستعمال مضادات حيوية انا اكتب لك الدكتور ان تفاصيل اكثر عن هذه المساحة تقدر تقراها بالمصادر الان نأتي الى vascular supply of hand تغذية الدم في اليد تغذية الدم في اليد اخذنا فكرة عنها بالمحاضرة 8A عندما شرحنا The four arm يساعد فانا وضحنا بان تغذية الدم ستتم عن طريق two arches قوسين اللي هم superficial parmer arch و deep palmer arch اللي جاء بالمحاضرة السورفيشيال parmer arch جاء من superficial branch of radial artery و superficial branch of ulnar artery بينما deep palmer arch من جاء جاء من deep branch of radial artery and deep branch of ulnar artery سيتحدون حتى يكونون deep palmer arch اخذني المحاضرة ماذا سنطلع بعدين نحن هنا بان السورفيشيال parmer arch gives the digital arteries من اسمهم digital arteries يعني الشرائن ستروح to the fingers للأصابع تغذي الأصابع وطبعا ليس فقط superficial palmer arch سينطلنا digital arteries أيضا deep palmer arch سينطل digital arteries فنحن نحن each digit كل أصبع gets pair of vessels يحصل على زوج من الأوعية الدموية except thumb مع عدل إبهام which gets يحصل على three vessels ثلاث أوعية دموية وين موجود superficial palmer arch it lies just deep يقع عميقا to palmer aponeurosis لاحظوا هنا لنزيل palmer aponeurosis سنجد تحت superficial palmer arch لنزيل باقي العضلات فلاحظنا هنا بأن superficial palmer arch سينطلنا فرعين تحديدا to the little finger لاحظنا هنا لن شرعين اثنين للأصبع الصغير وسينطل أيضا فرعين to the ring finger وفرعين إلى middle finger وفرعين إلى index finger ثمب الإبهام سيحصل على ثلاث فرع هذا فرع وهذا فرع وهذا فرع ثم الفرع سينطل الثمب للإبهام عن طريق deep palmer arch فلاحظوا بأن كل أصبع يحصل على two arteries شرعين اثنين معادة الإبهام يحصل على three arteries ثلاث شرعين هنا يوضحنا تفاصيل أكثر عن deep palmer arch deep arch supplies deep tissues يغذي الأنسجة العميقة طبعا إنه سيكون عميق سيغذي الأنسجة العميقة on dorsum of hand والجهة الخلفية لليد plus branches to first web space سينطلع إلى first web space وهي المساحة بين thumb الإبهام والindex finger سيغذي هذه المنطقة ويوضحنا هنا بأن موقع deep palmer arch it lies deep يقع عميقا between metacarpals and flexor tendons هذا هو deep palmer arch سيتواجد ما بين أوتار من الأمام التي هي flexor tendons والmetacarpal bones من الخلف وأيضا قلنا بأن deep palmer arch سينطلع إلى first web space وهي المساحة ما بين thumb الإبهام والindex finger الآن بعد ما كاملنا arteries of the hand وشرائم في اليد نأتي الآن إلى nerves of the hand العصاب في اليد نبدأ أولا بألنر نير نعرف بأن ألنر نيرف حسب ما درسنا في المحاضرات السابقة قلنا بأن عندما يصل into the wrist إلى المعصام قبل لا يدخل اليد سيمر من خلال قناة القناة هي اسمها guyon canal سيمر هو والألنر آرتري فالقائم كناة موجودة بالضبط موجودة قرب الهاميت قرب أحد الكاربل بونز اللي اسمها هاميت بون فلما نعبر القائم كناة it divides into سينقسم مباشرة إلى superficial branch , فرع سطحي و deep branch فرع عميق فلاحظوا هنا هذا هو ألنر نيرف لما يوصل إلى اليد سينقسم إلى superficial branch فرع سطحي و deep branch فرع عميق السuperficial branch سينطينا sensation يعني تغذية عصبية حسية زائد موتور تغذية عصبية حركية إلى عضلة واحدة فقط اللي هي parmaris previs اللي شرحناها بجدول و أيضا deep branch of ulnar nerf سينطي فقط موتور فقط تغذية عصبية حركية two most intrinsic muscles إلى أغلب العضلات الانترنسيك في اليد اللي هي العضلات اللي الأرجمالة و انسيرشمالة في اليد ستجد تغذية عن طريق deep branch of ulnar nerf فلن نوضح لنا بأن deep branch of ulnar nerf سيغذي hypothenar muscles كلهن سيغذي أيضا medial two lumbrical muscles ويغذي أيضا عضلة adapter polices اللي هي أحد thenar muscles ويغذي palmar والdorsal interrocei of the hand اللي هي seven muscles the other muscles of the hand العضلات الأخرى لليد lateral two lumbricals and the thinner eminence muscles are innervated by the median nerve العضلات الانترنسيك باليد اللي سيأخذيه median nerve هنا فقط lateral two lumbricals اللي هي الأولى والثانية ويضا the thinner muscles اللي متواجدها بالthener compartment دعنا نعرف ما هي التغذية العصبية الحسية لألنر nerf in the hand ما هو أجزاء الجلد في اليد اللي سيأخذيها ulnar nerf هنا يوضح لنا ulnar nerf sensory functions there are three branches of ulnar nerf that are responsible for its sensory innervation هناك ثلاث أفرع من ulnar nerf مسؤولة عن توفير التغذية العصبية الحسية للجلد two of these branches اثنين منها ذن الأفرع arise in the forearm ستخرج من ulnar nerf أثناء مروره in the forearm في الساعد وتكمل بعديا and travel into the hand إلى اليد ذن الأفرع هنا palmar cutaneous branch and dorsal cutaneous branch لاحظوا هنا لو نأتي إلى ulnar nerf in the forearm في الساعد وتحديدا distal part of the forearm بالجزء البعيد من الساعد نقرب هنا هذا هو ulnar nerf in the distal part of the forearm في الجزء البعيد من الساعد سينطينا هنا فرعين لاحظوا هنا سينطي فرع خلفي اللي هو dorsal branch of ulnar nerf من اسمه dorsal يعني خلفي وسينطي أيضا palmar branch of ulnar nerf لاحظوا هنا بأن palmar branch of ulnar nerf سيروح into the palm of the hand إلى راحة اليد بينما الفرع الآخر من ulnar nerf اللي هو dorsal branch of ulnar nerf سيروح إلى الجهة الخلفية لليد مثل ما ترون هنا يعني سيغذي الجلد يعني سيغذي الجلد in the posterior aspect of the hand في الجهة الخلفية لليد فأنا أرضحنا أن palmar cutaneous branch of ulnar nerf innervates the medial half of the palm سيغذي الجزء الميديل من راحة اليد من الأمام لاحظوا هنا في الجهة الأمامية لليد لدينا the medial side of the palm الجهة الميديل من راحة اليد هذه المؤشرة باللون الأصفر سيتم تغذية الجلد في هذه المنطقة عن طريق palmar cutaneous branch of ulnar nerf بينما dorsal cutaneous branch innervates yغذي the dorsal surface of the medial one and half fingers سيغذي السطع الخلفي لأصبع ونصف أصبع اللي سيرين medial بالإضافة إلى the associated dorsal hand area إلى منطقة اليد الخلفية التي تكون مرافقة إلى أصبع ونصف أصبع اللي سيرين medial يعني لاحظوا هنا on the dorsal of the hand على الجهة الخلفية لليد هذه المنطقة المحددة باللون الأخضر سيتم تغذية الجلد بها عن طريق dorsal cutaneous branch of ulnar nerf بحيث سيغذي أصبع ونصف أصبع اللي سيرين medial بالإضافة إلى المنطقة الخلفية لليد التي تكون مرافقة إلى أصبع ونصف أصبع اللي سيرين medial وأيضا جزء بسيط من dorsal surface of the four arm من السطح الخلفي لراحة اليد أما بالنسبة إلى superficial branch of ulnar nerf innervates the palmar surface of the medial one and half fingers سيغذي السطح الأمامي لأصبع ونصف أصبع اللي سيرين medial في اليد يعني لاحظوا هنا on the anterior surface of the hand في الجهة الأمامية لليد هذه المنطقة المحددة باللون الأزرق سيتم تغذية الجلد بها عن طريق superficial branch of ulnar nerf بحيث سيغذي السطح الأمامي لأصبع ونصف أصبع اللي سيرين medial الآن بعد ما كملنا ulnar nerf نجهزه إلى median nerve the median nerve it enters the hand يدخل اليد عن طريق carpal tunnel where it terminates حيث ينتهي by dividing into عن طريق الانقسام إلى two branches فرعين يعني من يعبر carpal tunnel ويدخل into the hand إلى اليد حينقسم إلى فرعين اللي هما recurrent branch of median nerve و palmar and digital branch of median nerve لاحظوا هنا لو نقرب هذا هو median nerve بعد ما يعبر الكاربل tunnel ويدخل into the hand إلى اليد حينقسم إلى فرعين هذا فرع اسمه recurrent branch of median nerve اللي هو فرع صغير ينتهي فقط تغذية عصبية حركية motor إلى بعض العضلات وينتهي هذا الفرع اللي هو palmar digital branch of median nerve اللي رح ينتهي تغذية عصبية حسية وحركية يعني sensory motor فنبدأ أولا بال recurrent branch of median nerve innervates يغذي the thinner muscles يغذي كل thinner muscles ما عدا except adductor policies اللي رح يغذيها deep branch of ulnar nerf وقالنا adductor policies بها two heads رأسيا لأن الرأسيين اثنين سيغذي deep branch of ulnar nerf بينما palmar digital branch of median nerve innervates وغذي the palmar surface السطح الأمام اليد and fingertips وقم of the lateral three and half digits يعني لاحظوا هنا palmar digital branch هو بالأصل فرعين ماذا فرعين هو أولا سيبدأ باسم palmar branch of median nerve ثم palmar branch of median nerve سينطينا digital branches of median nerve فيوضحنا هنا بأن palmar branch of median nerve سيغذي راحة اليد palm of the hand يعني الجزء الأمامي لليد وتحديدا الجهة اللاترال لأن لاحظوا راحة اليد الجهة الmedial من هنا سيغذيها palmar كثيرا branch of ulnar nerf بينما الجهة اللاترال من راحة اليد سيغذيها palmar catenuous branch of median nerve بعد ذلك palmar catenuous branch سينطينا digital catenuous branch الذي سيغذي هذه المناطق باللون الأخضر فلاحظوا أنها بالمجسم لو نقرب هنا لدينا palmar catenuous branch سينطينا digital catenuous branch digital catenuous branch ما سيغذي anterior surface of lateral three and half digits يعني السطح الأمامي لثلاث أصابع ونصف أصابع اللي يكونون lateral والتي هم السطح الأمامي للثمب الإبهام وسطح الأمامي للإندكس فنجر وسطح الأمامي للميدل فنجر ونصف السطح الأمامي للرينج فنجر و on the dorsum of the hand على جهة الخلفية لليد سيغذي السطح الخلفي لقمة الأصابع الثلاث ونصف أصابع اللي يكونون lateral يعني السطح الخلفي لقمة الإبهام وسطح الخلفي لقمة الاندكس فنجر والسطح الخلفي لقمة الميدل فنجر ونصف السطح الخلفي لقمة الرينج فنجر هنا صورة أوضح لتغذية قمم الأصابع على سطح الخلفي لليد التي ستتم عن طريق Digital Catenuous Branch of Median Nerve التي تشمل السطح الخلفي لقمم الأصابع الثلاث ونصف أصبع التي يكونون لاترال الآن بعد ما كملنا المحاضرة التاسعة التي هي The Hand Anatomy تشريح اليد نجح سنجاب أسئلة MCQ عن The Hand Anatomy تشريح اليد نبدأ أولاً Regarding the ulnar nerve All the following are true except بما يخص ulnar nerve كل هذه المعلمات صحيحة ما عادة واحد خطأ أريدك تعرف الخطأ يا هو A. It innervates the hypotenar muscles B. Innervates the medial tulle umbricals C. Divides into superficial and deep branch before passing through gaiun's canal D. Innervates the skin of the hand medially شنو هو جواب هذا السؤال؟ الجواب هو C. بالحقيقة أنه ulnar nerve رح ينقسم إلى superficial or deep branch بعد ما يمر من خلال gaiun's canal بينما هنا أنا كاتب لك before passing قبل أن يمر بينما هو رح ينقسم بعد أن يمر فهذا هو جواب الخطأ اللي هو يعتبر الصح ثانيا On the dorsum of the hand على الجهة الخلفية للهيد The skin of the fingertips الجلد لقمة الأصابع على الجهة الخلفية للهيد Of the lateral three and half digits As innervated by يتم تغذيتها عن طريق A. Palmer catenumus branch of median nerve B. Palmer catenumus branch of ulnar nerve C. Digital catenumus branch of median nerve D. Recurrent branch of median nerve شنو هو جواب هذا السؤال؟ جوابه هو C. Digital catenumus branch of median nerve ثالثا بما يخص اليد كل هذه الخيارة صحيحة معادة A. The extrinsic muscles of the hand originate outside the hand but are inserted within the hand B. The intrinsic muscles of the hand originate outside the hand C. The thinar muscles are innervated by median nerve only D. The palm has no hair follicles neither specious glands شنو جواب هذا السؤال؟ جوابه هو C. The thinar muscles يغذيه الmedian nerve بالأضافة إلى Deep branch of ulnar nerve حيغذي عضلة واحدة رابعا In the palmar surface of the hand The skin of the medial one and half fingers is innervated by Superficial branch of radian nerve Superficial branch of ulnar nerve Recurrent branch of median nerve D. None of the above شنو جواب هذا السؤال؟ جوابه هو B. Superficial branch of ulnar nerve هذا هو كل ما يخص المحاضرة التاسعة بعنوان The hand anatomi تشريح اليد إذا أعدكم أي سؤال عن المحاضرة أو أي سؤال وخصوص التشريح تقدرون ترسلوني على معرفة Telegram اللي مكتوب بأول صفحة ونتمنى لكم التوفيق مع السلامة